معنا الآن على الهاتف الأستاذ محمود وعثمان الخبير بالشأن التركي تحياتي لك أستاذ محمود صباح الخير أطير تحية لك أستاذ محمود أحياك الله سيدي كريم الله يعطيكم عافية وبار فيكم أستاذ محمود أستاذ محمود يعني رمزية إعادة آياصوفيا إلى مسجد في هذه الفترة الزمنية كيف تقرأه؟ لا شك أن هناك قيمة تاريخية كبيرة لآياصوفيا سواء عند في العالم المسيحي وأيضا في العالم الإسلامي وهذا يعطي وضعا استثنائيا في هذا المعلم التاريخي ومن الطبيعي أن يكون هناك تنافس على هذا الصح الكنيسة بنيت لتكون أكبر كنيسة في العالم وكان البيزنطيون أو روما الشرقية يعني تحاول من خلال هذا الصرح المعماري الكبير أن تثبت للعالم بأنها هي الأقوى ثم عندما فتح السلطان محمد الفاتح السلطان الأخماني محمد الفاتح مدينة القسطنطينية ودخلها حربا وعنوة جعل هذه الكنيسة جامعا وأديت الصلوات فيه قرابة أو بيزيد على خمسة كرون من الزمن وبقي هذا الأمر بين شد وجدد بين إجازة تعبير العالم المسيحي والعالم الإسلامي وكان هناك ضغوط كبيرة على الجمهورية التركية فتم إغلاقه لمدة عامين إيقاف العبادة الصلوات فيه لمدة عامين ثم في عام 1934 حول إلى متحف وحتى يومنا هذا هو على شكل متحف طيب يعني أستاذ محمود هل يعني هاء الأقدام على هذه الخطوة يعتبر خطوة من الحكومة التركية تريد من خلال أن تكسب التيارات المحافظة بالتأكيد هذا أحد العوامل هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية والمسألة فيها شيء من التعقيد فيها لفت نظر للعالم المسيحي أو الغرب تحديدا لنستبعد القضية الدينية هنا سياسيا العالم الغربي دائما يكيل بمكيالين ويتبع سنائية الموازين في نظرته لثمور المسلمون في اليونان على سبيل المثال محرومون من أدنى حقوقهم في العبادة ومارسة العبادة بل إن الدولة اليونانية تتدخل في شؤونهم الداخلية ولا تجعلهم ينتخبون ممثليهم في الأمور الدينية من أمة مساجد وتضيق عليهم تضيقا كبيرا ومع ذلك لا أحد يدافع عن هؤلاء سوى تركيا والعالم الغربي يسكت عن كل تجاوزات اليونان التي فعلا لا تناسب هذا العصر وهذا نهيك عن إصلاق مئات المساجد في تركيا يعني يونان الغربية الشرقية عفوا والآثار التي تعود المسلمين فعلا المسلمون في اليونان يعانون من طغوط كثيرة من حكومة اليونان وبالتالي الضغط بجهة آيا صوفيا يعيد الأمهان إلى حقوق هؤلاء بأن آيا صوفيا عبارة عن صحيح صرح معماري لكن لا يوجد مسيحيون في اسطنبول ولا يوجد له رواد وبالتالي على العكس تماما هناك مسلمون بكل مكان وفي حال حول إلى دار العبادة للمسلمين هناك الكثيرون الآلاف سوف يعني يزرونه ويمارسون عبادتهم في هذا المجد لكن أستاذ محمود يعني وهناك قضية فضل فضل يعني هناك السيف المصلف على تركيا كل 14 آذار من كل عام ذكرى ما يسمى بالمسبحة الأرمانية هذا دائما سيف مصلف على تركيا يحاولون من خلاله الضغط على تركيا من هذا الناحية أيضا وبالتالي لدى تركيا الآن عام الضغط ممكن أن تقابلهم بهذه المحاولات أعتقد هذا البعد الخارجي أما البعد الداخلي فهو ما أشرتهم إليه من أن هناك حاجة لحزب العدالة والتنمية ربما وهذا تجلى في انتخابات بلدية إسطنبول هناك شيء من الجفوة بين الشارع المتدين الشارع المحافظ وبين الحزب الحاكل حزب العدالة والتنمية وأصبح المنافسون للحزب العدالة والتنمية على كسب ود الشارع المحافظ كثر كان هناك حزب السعادة فقط هناك أحزاب أخرى الرفاه الجديد والحزب البروفيسور داود أولو وحزب المستقبل وحزب أيضا علي بابا جان كل هؤلاء يحاولون منافسة حزب العدالة والتنمية على كسب ود الشارع المحافظ ربما هذا الأمر يضغط عواطف هؤلاء وأعتقد أنه في المحصلة أستبد أن يكون هناك ربما بالساعة الأخيرة يكون هناك واصفات وضبوط وما إلى ذلك سيقول حزب العدالة والتنمية أنا بذلك كل ما في وسعي لإعادة آيا صوفيا إلى كونه كجامع لكن هناك أمور تخفت قدرتي على ذلك تحديدا أستاذ محمود بأنه مثل هذه الخطوة لعلها تعمل على تقليب الشارع المعارض ولا سيما في أن الدول مثل الولايات المتحدة مثل اليونان مثل روسيا أيضا كما ذكرت حضرتك تعارض هذه الفكرة برأيك يعني هل هذا الأمر سيكون في المصلحة العامة للحكومة التركية في حال تمت الموافقة عليه يعني أنا شخصيا لا أرى جدوى من إعادته كجامع والرئيس أردوان في عام 2013 عندما كان رئيسا للنجراء وكان هناك طغوط ومطالبات نعم أو حتى بين قنسين هناك مزاودات من كثيرين لجهة فتح آيا صوفيا كجامع قال لهم بالحرف الواحد مسجد يعني مسجد السلطان أولا املأوا المساجد صحيح املأوا مسجد السلطان أحمد ثم تحولوا إلى آيا صوفيا فما دامت المساجد التي حول آيا صوفيا فارغة فلا أرى جدوى من إعادة آيا صوفيا إلى جامع هذا كلام الرئيس أردوان نفسه وفي عهد قريب نسميا يعني 2013 وبالتالي هذا يعطينا رسالة واضحة بأنه لا داعي للدخول ولا أعتقد أن الرئيس أردوان سيذهب إلى نهاية المطار في يعني السرار على فتح آيا صوفيا كجامع على حساب العلاقة مع روسيا والعالم الغربي عموما العالم المسيحي عموما ولا أرى فائدة في ذلك لتركيا تجرب عليها المزيد لكن من المفيد تحريك المياه الرافدة بين ألفين والأخرى سواء على صعيد الرأي العام الثاخلي وأيضا الرأي العام الخارجي لأن لدينا ورقة كما لديهم أوراق ونحن لا نحبذ وهذا المنطب التركي عموما لا يحبذون إثارة القضايا الدينية واللعب على الوسر الديني هذا أمر خطير وبالتالي الدياسبورة الأرمانية تثير المساعد لتركيا كل عام وأيضا هناك مساعي حثيثة وقديمة على جعل الكنيسة الأرثنوكسية في إطنبول كنيسة عالمية إعطائها بعد عالمي وكأنها ترأس العالم المسيحي وهذا ما تعارب ومن إسطنبول نعم نعم وهذه الخطوة ربما يعني استأتي كرد وكورقة بيت تركيا أستاذ محمود عثمان الخبير بي أشكرا التركيا أشكرك شكرا جزيلا حياك الله حياك الله يهلا ومرحب